السلام عليكم ميناسا كونيتي و ازايكم عمليني يا رب تكونوا بخير حلقة النهاردة مميزة جدا هالحلقة دي او الفقرة دي هقدم فيها ناس من اصدقاء القناة وفي منهم اصدقاء لي شخصيا بيقدموا عن حاجات مختلفة عن محتوى القناة خالص زي لو هم عندهم هواية لو بيكلموا لغة مختلفة لو حتى بيعملوا حاجة معينة هم محترفين فيها كل الحاجات ديت النهاردة الحلقة الاولى لو يريد تشوفوها للاخر وتشوفو او تقولولي هي اعجبتكم ولا لا مستنية رأيكم في الكومنتات ولو انتم عندكم مواهب زي ديت اشتركوا في القناة وتواصلوا معي عن طريق الانستجرام او صفحتي الرسمية على الفيسبوك وهتواصل معاكم واتفق معاكم على حلقة نصورها سوا ان شاء الله فضيفة النهاردة صديقة ليا شخصية من ايام المدرسة وهي عندها موهبة جميلة جدا ايه هي واي قصتها هنبتدي دلوقتي معاها ونشوف ايه حكايتها قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك على السريع تشتركوا في القناة لو انتم لسه جداد ويلا بينا نبدأ الفيديو ديفة الفيديو النهاردة هي بنوتا اسمها هيبة وحنشوف ايه قصتها يلا بينا زكية هيبة الحمد لله بخير ويا ربوا كلكوا تكونوا بخير بسائل خير او صباح الخير حسب الوقت اللي بتشوفوا في الفيديو عايزة اقولكوا كل سنة موتوا طايبين الفالنتاين قرب عيد الحب اللي العالم كله بيحتفل بيه نسبة جميلة جدا يا رب تقضوف اسعد حالتكم يا رب ان شاء الله انا هيبة صاحبة صارة من زمان جدا زي ما هي قيلت من زمان اوي وانا بحب اوي فكرة الورق وان احنا ممكن نعمل من الورق حاجات جميلة جدا ومبهرة نفرح بيها ونستفيد منها ونفيد غيرنا ونفرحهم اكبر حاجة عملتها اوي يعني احلى حاجة عملتها الاكسبلودينج بوكس تانية برضو ليها علاقة بالورق وكده تمام ايه هو الاكسبلودينج بوكس يا هيبة الاكسبلودينج بوكس دوت بيبر ارت فن ورعي بنجيب افراخ من الورق فهم بقى وكانسهم وحاجات مختلفة كتيرة جدا بختار ديزاين معين بنصممه بنشكله بنقصه بنلزق وبنعمل هدية جميلة جدا على هيئة بوكس بوكس عادي جدا من برا تفتحيه يتحولك لوردة جميلة فيها كروت كتيرة جدا كل كارته مختلف عن اللي جنبه بيتحط فيه صور احلى صور وذكريات بينكم وبين اللي انتوا بتحبوهم اللي عايزين تقدموا لهم الهدية دي بالاضافة المساحات بنكتب فيها اهداءات خاصة او لو صورة معينة عن رحلة او عن موقف بنقول كلمتين عن الموقف دوت بنفكر بعض بيه انا والشخص اللي في الصورة دوت بقول له مثلا فاكر اليوم الفلاني لما كنا فيه كذا 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 او لو لمامتي فاكر يا ماما لما كنا كذا 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 في اليوم ده كنا مبسطين او بنكتب التاريخ بنكتب عبارات سغنانة في النص دايما بنقولها ممكن بالانجليش ممكن بالفرنسي ممكن بالايطالي بنحاول نبتكر دايما هدية جميلة جدا 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 انصح بيها اي حد بيدور على الاختلاف والتميز والابهار جميل جدا يا هيبة هاي يعني ازاي اكتشفت الموهبة دي ان انت عملك موهبة بتاعت عمل الورق بالشكل ده موهبة اعادة التدوير انا من صغري اي علبة تكون مثلا بتاعي الجهاز ولا اي حاجة او حتى بكر المناديل كت ما برميش الاستوانات بتاعته كل ده كت تعود افكر فيه وعمل منه حاجات مرة البكر دوت وانا صغيرة عندي سبع سنين عملت منه حاجات زي نظرات دي بتاعت المكبرات بتاعت النظر كنت بحب بقعد افمن كده في الورق لغاية ما كبرت خالص مع الوقت ما ما بقيتش باهتم زي حال بقى الدراسة والسنوي والجامعة والجواز والخلفة بعد كده صدفت بالصدفة البحتة على الانترنت كنت ببحث عن طرق مختلفة للبيبر ارت انا بلاقي نفسي او في الموضوع دوت بحبه جدا بقى مفسوطة جدا وانا بعمل البيبر ارت دوت فاكتب ادور على افكار جديدة صدفني الاكسبلودينج بوكس ويعني وقعت في حبه من اول ما شفته خلص ايه اكتر حاجة صعبة في عمل الهداية دي او الاكسبلودينج بوكس بتقبلك؟ التركيز محتاج ان الواحد يكون مركز عشان المقصة تطلع مظبوطة لان نص صمت واحد يكون فيه غلط ممكن الكارد كله يحصل يبقى مش مظبوط او يحصل فيه مشكلة ونضطر ان انا نعيد من الاول يعني لو ايحد مثلا عايز يبدأ فيه او يجرب فيه لازم يكون عنده صبر لازم يكون عنده طولة بال لان هو من غير الحاكتين دول ما تفكرش تدخل في اكسبلودينج بوكس تمام طيب ايه اكتر اردر في الاوردرات اللي عملتيها كان قريب بيدا لقلبك عمرك ما هدنسيه؟ الاوردر اللي عمري ما هنساوي القرب لقلبي هو اول اردر خالص عملته اول اكسبلودينج بوكس اول ما ايدي مسكت القطر واشتغلت لانه ما كانش من اول حاجة عملتها ما كانش من باب التجربة قد ما انا قررت من او انا بشتري الورق ان البوكس ده لو نجح وتلعب الصور اللي انا بتمانيها كنت ناوية اهدي لاختي بمناسبتين جم مع بعض في نفس الوقت تخرجها وعيد ميلادها ايو فبعد ما عملته لقيت ان شكله فعلا يعني الحمدل اللي قدرت اصممه زي بالضبط الفيديو اللي انا كنت اتفرجت عليه ومشيت على الفطوات واضفت حاجات من عندي يعني حاجات سيمبل كده بسيطة في الاول ما حبيتش برضو ان انا يعني احط التوتش بتاعي زي ما بيقولو من اول هكده الواحد برضو لما بيتعلم حاجة الاول بيلتزم بالاول باللي شافه وبعدين بيحط لمساته وده اللي انا عملته فعلا ففرحتها بي وانبهرها وانها ما كنتش متوقعة ابدا حاجة زي دي ولا تعرفه حوالس ما تعرفش ايه الاكسبلوني بوكس واتفاجئت به عمري ما هنسى الحب والسعادة اللي شوفتهم في عينيها فده يظل دايما مهما عملته هيفضل ده القارب لقلبه العمري جميل جدا يا هبا طيب انتي عندك اي سوشيال ميديا الناس تقدر تتواصل معاك بيها لو هم محبين حاجة تنفذيها لهم في بيج على الفيسبوك وفي بيج برضو متوصلة بلينك على الانستجرام ده او ده يتم التواصل عن طريقهم تمام هتلاقوا اللينكات بتاعة الفيسبوك والانستجرام بتاعتها موجودة عندي في صندوق الوصف وكمان هتلاقوها في الكومنتات المسبتة هل اسعار الحاجات دي غالية ولا في متناول اي حد هي بتختلف من حجم البوكس اللي بنتفق عليه وعدد الصور برضو اللي باتفق عليه مع اللي بيطلب البوكس يعني فيه مثلا ممكن نبدأ بخمسة وعشرين تلاتين صورة ده أقل حاجة لان كل ما قللنا عدد الصور كل ما ده كتف الإبداع في الصندوق شوية يعني البوكس محتاج أفكار كتير حلوته في أفكار وفي تعدد الكاردس في تعدد الصور كل صورة بنعمل لها حاجة أو تلات صور مثلا يبقوا مع بعض في كارد طريقة معينة فكل معدد الصور زاد بقى فيه إبهار أكتر بقى فيه إعجاب أكتر بقى فيه شكل جمالي بصورة أكتر ولما بيقل بنتكتف بس يعني بنحاول برضو قدر الإمكان أقل حاجة طالس ومثلا من 25 إلى 30 صورة ده في عدود 270 جنيه بشامبة الهدايا بالصور بالشغل بكل حاجة ممكن نحاول نعمل حاجة أقل من كده بس زي ما قلت لك يعني هي برضو حسب الاتفاق ويستحسن ما نقلش عام 25 صورة يستحسن في حاجات تانية بتعمليها غير البوكس أو أشكال تانية غير البوكس بتنفيذيها المفروض لي شكل تقليدي معين اللي هو بيتفتح بيتحول وردة جميلة الجوانب قلوب والجوانب الأساسية التانية بتكون كاردس وكده لكن في تجديد بالذات في الكفر الخارجي ما فيش مضايد دلوقتي الحمد لله أي بوكس عملته وتقرر الكفر بتاعه كل بوكس عملته كان مختلف عن اللي قبل واللي بعد فيه بنعمل كلمات مجسمة متثبتة فيه على هيئة وردة عاملة زي طالع منها شجرة شجرة أولو هاتشفتني ودخلته على الصفحة فيه عملنا بوكس قبل كده أكبر بوكس عملته كان على هيئة كاروسيل كان رايح لطفل في مناسبة عيد ميلاده فعملت له البوكس مبارا على هيئة كاروسيل حسنة اللي هي المرجحة تدورة تحت الأحسنة دية ومن جوه لما تفتح تلت تدور فوق بعض بنفس تصميم الكاروسيل بس كان جميل تلت تدور فوق بعض وكان فيه شخصيات كارتونية محببة للأطفال حطينا المينيون حطينا مارد وشوشني حطينا شلبي سليفان حطينا نيمو مختلفة فيه بوكس قبل كده عملنا على شكل بيت من بره ده غير ان فيه أفكار تانية لغاية دلوقتي دسة ما تنفذتش ياري بقى تنفذك على الأردرات الجاية ومش تحول عليها عشان تبقى مفاجئة طبعا اللي يبقى عليهم مفاجئة اللي عايزت لي يعرف المفاجئاتي يتوصل إن شاء الله معيك على صمحاتك راسمية طيب مفاجئات تانية غير بتنفذيك عملنا نوتبوك دفتر مغامرات إلي بتاع فيلم أب طبعا كل البنات الحلوين عارفينه كان دفتر جميل جدا يتسجل فيه أي حاجة المذكرات اليوميات الإنجازات زي ما إلي كانت بتعمل في الفيلم الصور وجام بيها نوتس وملاحظات حاجات كتيرة جدا انت بقى يعني كتبي وعيش فيه اللي انت عايزي معي الماركر بتاعته على هيئة شارط العضوية اللي علقته له في الفيلم لو انتوا عارفينها اللي هي الكغطة الكازوزة عملنا منها ماركر للنوتبوك دفترها حسب الطلب بتتعمل وجهزة برضو في أي وقت جميل جدا سعرها انت اللي أجمل يا قلبي انت وكل البنات اللي بيشوفونا سعرها 170 جنيه والتوصيل حسب الاتفاق برضو والدفع بيبقى عن طريق مكتب البريد عن طريق الاسم ورقم البطاقة وبنتفع على التفاصيل والدنيا سهلة يعني ما فيش حاجة صعبة أي حد ممكن يكون عايز فكرة معينة جات في دماغه ومش عارف ينفذها أنا عندي استعداد لأي حاجة غير الإكستابلودين بوكس برضو بكل أشكال واللي احنا قلنا عليها ديات والجديدة اللي لسه جاي فيه كمان بنعمل كروط منفصلة كاردس للحضانات وللمناسبات الخاصة حاجة كده زي دعوات الفرح أو دعوات حفلة التخرج قبل كده اتعملت مع مكتبة علشان عيد الأم كانت الأطفال حابين كروط شكلها جميلة جدا عملنا لوبة تفتح تبقى وردة وليها عصاية وفي يومكات وحاجات جميلة جدا عملت قبل كده كروط على شكلها الوش نفسه بيتفتح وبيتكتفي من جوه عملنا على شكل دبديب عملنا على شكل فراشة والجديد مازال قادم برضه جميل جدا ده فيه واحدة قبل كده سألتني على البطرمان بتاع المسيج الصغيرة عادي ممكن نعمله وننفذه أي أفكار تخطر على بالكو يعني اطلقوا العنان كده لخيالكو وأي فكرة خاصة بالورق طالما في الورق أنا معكم في أي حاجة إن شاء الله طيب الهرية دي تنفع عيد الأم بما إن عيد الأم خلاص الشهر الجاي أكيد أكيد جدا 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 يا سلام لو واحدة جابتلي صورها مع مامتها من أول ما كانت شايليها وهي بيبز غننة وجنبها نروح حطين الصورة وهي واقفة جنبها وحضناها في التخرج الله تخيالك فرحة الأم لما تجلها هداية بالشكل ده لا كل ده مشاعر طبعا طبعا الأم أكتر حاجة تهمها في اليوم ده تعرف قد أولادها بيحبوها قد إيه بتاها أو بنتها مقدرين تعرفين قد إيه هي بتحبهم وعايزين نقول لها قد إيه هم بيحبوها مزبوط وممكن برضو نحط هداية عملية لو أنتوا برضو عايزين هداية عملية إحنا ممكن نجيب حاجة فضة صغلنا نحطها في النص أو ممكن يكون فوق حاجة جبيرا لو أنتوا جايبوا تحبوا الأجهزة وكده ممكن ده يكون فوق إيها لأن ده هيكون مهم جدا مهم نهتم بمشاعر أمهاتنا ونقول لهم قد إيه إحنا بنحبهم ده هيبقى أكبر مكافأة اليوم في اليوم ده إننا نقول لهم بنحبك يا ماما دي أجمل حاجة طبعا أرشح في كل قوة طيب إيه أكتر حاجة صعبة عليكي في تنفيذ البوكس أو تنفيذ أي أوردر بيجيلك وإيه الإكسبلودين بوكس بالذات بياخد منك وقت قدي أو تنفيذ أي حاجة في العموم تقريبا وقت قدي هو نظرا لأن أنا متجوزة ومامي الطفلين فيعني علشان مسؤوليتي دي الموضع بياخد مني وقت أطول من الموعدات شوية يعني أنا لو لو قدي ممكن أخلص البوكس في أسبوع نظرا لوضعي فأنا بخلصه في أسبوعين علشان كمان على بقى ما ألح أطبع الثور وكده لأنها بتطلع بمقاسات معينة بالاتفاق مع الستوديو وكده ممكن دي أكتر نقطة بتوترني شوية ببقى خايفة يحصل أي حاجة ببقى خايفة المقاسات تطلع مش مظبوطة مع الفوتوغرافر اللي بيعمل لي السوار وكده ببقى لأنا شوية من النقطة دي فده لأن هي مش في إيدي أنا بسلم من الموضوع ده لغيري فبقى لأنا شوية نهو ما يلتزمش بالمعاد فانضطر نأخر قبل كده وجهتني صعوبة أن واحدة جاءت طلبة مني أوردر كانت مستعجلة عليه جدا كانت متفقة مع واحدة غيري واعتذرت في الوقت الأخير فكان قدامها تمانية واربعين ساعة بس على بل ما تعمل الأوردر خدتها كتحدي وقبلت أن أنا أعمل الأوردر وكان طبعا كان مهمة شقة جدا جدا انطبقت تمانية واربعين ساعة عشان أعرف أخلص لها الأوردر وعشان كمان ستور تلقى فعايزة قالي كانت تفقت أن أنا أودلها الأوردر الصبح وصلته لها على العيشة صعبة يعني يا دوبك لحقنا خطبها يفضل أن اللي عايز يطلب مني أوردر يبديه عشان الشغر ما يبقاش فيه أي حاجة نقصة ولفت نظري الألوان قوي هل الألوان لها معينة معينة عندك يعني مثلا الأزرق الأغضر الأحمر نبتدي مثلا بالأزرق هل الأزرق ليه معنا معين طلع إنا أنا بحب اللون الأزرق نبتدي إنا بيه عيني الألوان كلها أحسيس جميلة لما بتبصي عليه في أي حاجة يديك شعور مختلف يعبر عنه حاجة كده ببعينها معينة الأزرق بيعبر عن الروائن السلام الداخلي منك وبين نفسك لما تشوف الأزرق تفتكر البحر تفتكر السماء الزرق ده أساسي عند أغلبنا أول ما نبص للأزرق نفتكر الحاجتين دول تحسي معهم سلام داخلي سلام نفسي فيه روائن فيه دوق لو قلنا اللون الأخضر اللون الأخضر أول ما بنشوفه بنفتكر الزرع يعني الخير يعني البركة يعني شجرة الكريسماس في ليلة راس السنة يعني مبهج لون الجنين اللي بنشوفها يوم العيد لما بنخرج لون مبهج أوه فعلا مليان خير مليان بركة تحسي معاين فيه رز فيه خير في المياه دي صحيح والأحمر بقى الأحمر نار الحب الأيد اللي يعني من كده مزبوط نار بتكون أيدا في القلب من قوة الحب اللي فيها ممكن يكون حبك لولادك حب جديد قوي ممكن يكون حبك لشرك حياتك خطيبك الإنسان اللي انت بتحبيه سواء عارف أو مش عارف لون فيه حماس فيه صورة غضب شوية الأدرنالين لون مليان حب جميل جدا طيب البنفسجي البنفسج لون فيه جاذبية وثقة بالنفس لون ممزوك فيه الدافة مع التقلي اليدوق اليدوق مع شوية مشاعر سخنة شوية جواكي وفي نفس الوقت فيه صقة فيه رزانة فيه شوية من الفرحة قليت من الحشس اللي احنا قلناها دي كلها ينفع للصداقة ينفع للحب ينفع على حاجات كتيرة جدا برضو الأصفر لون مبهج برضو لون طفولي لون طفولي الأطفال بتحب جدا اللون الأصفر دايما بفكر فيه أول ما ييجي قدامي سيرة الأطفال واستخدمته فعلا ما ترددتش لما عملت بوكس للطفل اللي هو الكاروسل استخدمت فيه الأصفر بوروح بزداد لما عملنا شخصية المينيون جوه البوكس في اللير الثالثة لون مبهج فيه طفولة فيه كوميديا فيه سنة ابتسامة كده حلوة خفيفة طيب الأصفر التركواز البينك ظهروا كده على الشاشة دلوقتي بتبقى موجودة في البوكسات المخصصة لأطفال أكتر قللنا بقى معيني الألوان دي الأصفر التركواز البينك الأصفر قلنا التركواز بيعبر عن التفاعل أيها الإشراك البينك لون محبب لقلب البنات بصفة خاصة لأنه هو بيعبر عن الفرحة الطفولية عندهم فرحة طفولية نفسي على طفولي يا جناتي على طفولي أيها بالضبط بنيك على طفولي بس لأ يعني فيه أنا بحب البينك برضو ما قدرش أقول طفولي البينك ليه درجات متنوعة جدا ومختلفة جدا وبين درجاته بنبدع بقى وبنشتغل براحتنا على حسب بنعمل البوكس المين أو رايح لشخصية ايه صديقة ولا صديق رايح لحبيبتك رايح لبنوتك رايح لمين بالضبط بنا عارف نشتغل ونلعب في الدرجات كتيرة جدا براحتنا الاسود الاسود غموض وتقل ورزانة في التفكير حد يعتبر لغز وعايزة تكتشفيه حد تقيل كده في نفسه حد بيموت في الشياكة والأناقة وفيه سحر جاذبية برده طبعا ما بيتعملش لوحده بنطعامه بأحمر بنطعامه ببهبي بنطعامه بتركواز ممكن ممكن ندخل معه الويت بيفم دايما ما بيبقاش لوحده لانه لو بقى لوحده هيتقلب لمعنى تاني مش هنكون حبينه هيقلب شوية على الشيء من الحزن جميل بيكون رائع من الألوان الرمادي برضو بيتعمل منه بوكسات الرمادي نفس الشياكة الأسود شيء برضو من الغموض على شيء من التفاقل شوية ينفع لشخصية بتحب الترتيب والتنظيم ينفع لشخصية حياتها منظمة شخص حياته عملية شوية هيكون مناسب لحد بالمواصفات دي برضو ما بيبقاش لوحده بيتم تطعيمه بلون يبرز جماله أكتر ما بيكونش لوحده طيب الفيديو ده هيتعرض في وقت قريب جدا من البلانتاين هل عندك أي فكرة من الحاجات دي اللي انتي بتقدميها تبقى هدية لطيفة للسنة دي في البلانتاين فاجئوهم بالإكسبلودين جوكس فاجئوهم بأحلى كلام ما قدرتوش تقولوه بققكو الإكسبلودينج بوكس هيقول كل اللي انتو عايزين تقولوه اللي بيتكسف يواجه مش هيتكسف يكتب بالقلم مصبوط فاجئوهم بالإكسبلودينج بوكس فاجئوهم بمشاعركم وبطاقة الحب اللي بقينا دلوقتي ما بنعبرش عنها من كتر ما احنا مشغولين ومهمومين بأمور الحياة والمستقبل خلينا نفرح شوية في البلانتاين وفكروا في هدية حلوة تكون متميزة وخرجوا برا الصندوق بتاع الهدايا الروتينية والتقليدية ده بديد على فكرة ممكن نحط ده بدوف في النص برضو مفيش مشكلة طيب بوكس منهم عملنا كده بالفعل وهتلاقوا الفيديو على البدش كان فيه ده بدوب بانده ومسك قلبه أحمر والدنيا كانت لذيذة والشوكلة بقى وعشنا طيب النوتس ده سؤال جيب بالي دلوقتي النوتس اللي مكتوبة جوه هل انت بتكتبيها بتفكري وتكتبيها ولا بتبقى رسالة الشخص اللي طلب منك الحاجة يقولك يكتبيه لي كذا او ميكس هو أنا ممكن أنا اللي اكتبها بس أنا ما بحبش كده يعني أغلب طلب الأردارات طلبوا مني ان أنا اتصرف في مسألة الكلام لكن أنا كنت بصر عليهم ان هم اللي يكتبوا حتى لو كانت الأوراق محتاجة خطه معين او قلم حبره معين بديهم اللي إقلام وقولهم لأ انتوا اكتبوا بنفسكم لان مش هيكون معنى لو أنا اللي كتبت مش هيكون لها معنى بجد انبسطت جدا معاكي في الفيديو وفي حاجات كدير ومكنتش متوقعها اللي انتي قلتها لي وبجد نورتي القناة يا هيبة أقور بكل إنسان بيفكر يا هيتي ويفرح حد غيره ربنا يجبر بخاطركم كلكم يا رب برسي جدا يا هيبة بجد وشكرا على الفيديو وكده فيديو النهاردة خلص أتمنى يكونوا عجبكم ولو عندكم أي سؤال اللي هيبة يريد تحطوه في سيكشن الكمنتات وأشوفكم الحلقة الجاية متاني ترجمة نانسي قنقل ترجمة نانسي قنقل اشتركوا في القناة